نروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح مرسل قناة النادي الاهلي النهاردة ونتعرف منه على آخر الأجواء اتفضل يا فاروق زادت صعوبة هذا اللقاء طبعا نتيجة اللقائين الماضيين للنادي الاهلي بالتعادل مع الهلال السوداني بالسودان والخسارة أمام فريق سانداونز بيستاذ القيرا بهدف مقابل لشيء في المقابل نادي المريخ السوداني حق الانتصار مؤخرا على فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل الهدف وكانت عادل مع ماميلودي سانداونز بدون هدف أربع نقاط هو رصيد فريق المريخ السوداني بينما النادي الاهلي رصيده نقطة واحدة مباراة بتزيد صعوبتها طبعا زي ما قلنا كابتن أيمن على أهمية هذا اللقاء وضرورة تحقيق الانتصار في هذه المباراة الفريقة للنادي الاهلي في مشوار مجموعات النادي الاهلي في دور أبطال إفريقيا طبعا النهاردة مستر بيتسو موسيماني اجتمع أكثر من مرة مع اللعبين اجتمع مع أفراد الجاز الفني حس الجميع على ضرورة استغلال انتصاف الفرص في هذه المباراة طبعا كان عقد أكثر من محاطرة فيديو على مدار الفترة الماضية واتكلم مع اللعبين على ضرورة استغلال انصاف الفرص وعرض الفرص المهضرة من النادي الاهلي في المباراة الأخيرة وقال له ما جاء اللعيب طبعا المباراة الافريقية مباراة تحصف بنصف فرصة طالب اللعيب أن نركز في هذا اللقاء وضرورة تحقيق الانتصار في مباراة المريخ السوداني قبل مواجهة فريق بيراميد ومن ثم أيضا السفر إلى جنوب أفريق لمواجهة فريق ماميلودي سانداونز طبعا بالأمس كان المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي لمستر بيتسو موسماني ولي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني اللي طبعا تحدث على أهمية اللقاء والإحنا موجودين من أجل تحقيق الانتصار على النادي الاهلي مستر بيتسو موسماني يتكلم قال إحنا البداية ما كانتش موفقة فيه المباراتين الماضيين أمام الهلال والسانداونز لكن إحنا قدامنا أربع لقاءات إن شاء الله قادرين إن إحنا نحقق الاثناشر نقطة في هذا اللقاء ومن ثم تصدر المجموعة والصعود إلى دور الثمانية لي كلارك طبعا تتكلم وقال إن الأجواء هنا في مصر أكثر من رائعة وتتكلم طبعا إن توقيت المباراة في تمام الساعة التاسعة خلاص اللي أبينا حصلهم التكيف مع درجة الحرارة هنا في اللقاء وتعودهم على الأجواء وقال إن التوقيت مميز جدا وأيضا نتكلم على أن المباراة الأخيرة اللي هتجمع ما بين الأهل والمريخ السوداني قال إن شاء الله أنها تكون موجودة في القائرة ما عندناش أي نية أن ننقل المباراة خارج القائرة النهاردة يوم فريق النادر قال يا كابتن أيمن كان تناول اللعبين لعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة ونصف والمحاضرة الفنية المستر بيتسو موسماني كانت في تمام الساعة الخامسة ونصف قادر أقول لك إن الروح اللي شايفينها عند اللعبين طبعا بعد الفوز الأخير على فريق فارقه انعكس على كتير جدا من اللعبين من الناحية النفسية محمد مجد أفشا بعد ما أحرز وتقلق وأحرز هدفين محمد شريف وبحالة معنوية تانية مختلفة طبعا نستتمننهم استمرار التركيز والتقلق في هذا اللقاء وتحقيق إن شاء الله النادي لأيلي النهاردة ليه للفوز أيضا السنائيات اللي بنشوفها ما بين اللعبين اللعبين اللي بتلعب في مركز وعد سواء السلية وحمد فتحي مع ديانج أيضا محمد عب منعم ورامي ربيعة بيرستاو مع ميكي سوني مع أليو ديانج كلها روح مميزة جدا لأيب النادي لأيلي إن شاء الله تبشرنا النهاردة بنب بنظر التفاول إن شاء الله إن الأيب النادي لأيلي قادرين على تحقيق الانتصار أقدر أقول لك برضو يا كابتن أيمن طبعا نتحدد في الاجتماع الفني ارتداء النادي لأيلي للزي الرسمي للنادي لرداء الأحمر بينما نادي المريخ السوداني هيرتدي الزي الأصفر بالكامل النهاردة تقم تحكيم من أنجولا لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم هلدير مارتينيز حكم الساحة هيعونه جيرسين إيمليانو مساعد أول ميريليس أوليفيرا المساعد الثاني والحكم الرابع جوزي ألفارو هيكون التحرك فريق للنادي الأيلي إن شاء الله مع دعوات كل جماهير النادي الأيلي إن شاء الله لتحقيق الانتصار بإذن الله على فريق المريخ السوداني دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح يعني رؤى ما داناش فرصة إن احنا نقول لي حاجة قال كل حاجة بس الحمد لله تطمننا منه على الحالة المعنوية والحالة الفنية والبدانية اللي عايب النادي الأهلي والكل جاهز إن شاء الله لمباراة النهاردة وأنا من نوع اللي بأتفاعل متفاعل جدا إن شاء الله إن شاء الله النهاردة مكسب للنادي الأهلي ومكسب كويس بإذن الله هنطلع فاصل وأرجع مرة أخرى بعد شوية بعد الفاصل أكمل مع حضرتكم أرجوكم انتظروا